اشتركوا في القناة بالعالم الفني بهالصوت اللي ربنا نعمه عليك قادر تكون عم بترتل قادر تكون عم بترنم قادر تكون عم بتغني الأغاني الرومانسية والأغاني الدرجة هاي دي هويتك انك تكون شاب لبناني قادر يغني كل الألوان اول شي انا بدي اشكلكون على الاستيضافة كل مرة والفكرة انه دايما تحطوني تحت الضوم لما نجحت بنجم النجوم وربحت المركز الاول وهلأ اليوم مع ريليز الغنية انا بدي اشكركم صراحة من كل قلبي على هيدا شي الهوية بلشت من لما فاتت على الهندسة الهندسة بتعلمك كتير انك تحس انك تأبدع وهيدا كتير ريليتت حصيته بالفن وهيدا اللي خلاني انه اذا عم برتل ولا عم بغني شي قديم ولا عم بغني شي جديد عم بيكون فيه نفس الاحساس اللي عم بيوصل للعالم وهيدا بعتقد اللي ميزني مع انه يعني اتنين دومان مختلفين بنفتكر انه الهندسة شي جامد وإلى حسابات لا اليوم تعب داخد يمكن اصول الهندسة لأصول الغناء صحيح وتأبدع بالفن اللي انت بتمتلكه الهندسة المعمارية او الاركيتكتشر هي اصلا بفاكلتة البوزار هي فن بس اذا بدنا نقرنهم in terms of الفاينل برودكت ايه غير بس الفاينل برودكت اللي عم بيطلع كان الغنية ولا المشروع هو عبارة عن هوية عم تخلقية لهالمشروع هو عبارة عن احساس عم تتشاركي مع عالم وهيدا اللي بيجمعه هلأ فهمت كيف هندسة الأغنية اللي اليوم لح نطلقها على الهوى كان بده هندسة بخيارك للأغنية او هنه اختاروك كمان الأسماء الكبيرة اللي هتحكي لي عنهم الغنية بلشت من لما كنت عند المايشترواء العياد اللي بجهله اكبر تحية سمعني اياها اللي اسمع لي هالغنية لما بلشت ديمو ودور لي ديمو طار عقلي فيها الموسيقى طبعا الكلام اديشوا حقيقة وديشوا حلو اللحن اللي دغري بفوت على القلب انغرامت فيها من أول ثانية سمعتها لما سألت انه مين عملها كانت الفرحة فرحتان لما عرفت انه اسامي كتير كبار وكانت بحلم ان اتعمل مون يومان ما يعني عم نحكي بحلف لي كمين كلمات الشاعر الكبير الرياض العلي الحان الاستاذ الكبير احمد بركات توزيع واق العياد طبعا تسجيل استوديو جوج رمزي سيدني وميكس اند ماستر محمد عثماني لندن يعني خلص صورة نجم خلص ما فيه نرجع الوارع ونقول يلا منظمة غنية هيك نمشي فيها الصيفية ممنوع بقى صراحة المسئولية صادت كتير كبير علي وبكل حولي عم بقولولي انه بلشت من محل كتير متقدم مع هالأسامي الكبار ومع الكواليتي طبع الغنية اللي طلعت وهالهندسة اذا بدك اللي عن جاد صار ل7 تشور عم اشتغل عليها انا والتيم عم نخيطة خياطة لها الدرجة يعني التوزيع نعيد ونشتغل ونعيد وننضبط ونسجل لحديدة ما طلعت الغنية بالصورة اللي احنا كنا بدنا نوصلها حتى الماركتينج الفوتوشوت الستايل طبعا الفوتوشوت فتت بكتير تفاصيل اذا بديك كنت عن جاد عامل هيدا المشروع الهندسة طبعا وناطير الفاينل برودكت لاشوف شو رح تكون ردة فعل العالم هيك لح يشوفوا المشاهدين هلأ منقلن بحلف لك يمين طبعا بحلف لك يمين طر ينغرم اللي مش مغروم حتى ليغني هالغنية لحبيبته قدش هالأغنية حلوة وراقية ولذيذة وفيها غرام وحب وعشق الحمد لله قلتليك من لما سمعتها للغنية حسيت أول شي موضوع كتير جديد وهالرسالة لها الشاب اللي عم بيوجهها للبنت موضوع كتير حقيقي وكلام كتير حقيقي وموضوع مش متعالج بعد هيدا اللي أثر فيه صراحة وحسيت انه رح يطلع فاينل برودكت متل ما أنا بدي لأنه كل صبيب تحلم حدا يقل له هيدا الكلام ما فيه عتاب ما فيه بعض يعني عن جد فيه وعود بالأشياء الحلوة صح وبلس إذا بدك تعمل أناليز للكلام ما عنه كتير هاين بس فيه كتير خيوط درامية فيه يعني أنا ما كنت بدي سجل الغنية صرت عم فكر أنا بأي أمود لازم تسجل الغنية بيموت حب ولا بيموت حدا مكسور ولا بيموت حدا عشقان بس أكتشلي فيه كتير خيوط درامية وبينه سطور كتبها الشاعر الكبير بتحس حدا مضطرب بالأحاسيس ما أنه عارف عم بيتحدى عم بيقولها رح ترجعي رح تكون إلي بس بيجعب نفس الوقت بيقولها ما أنا وقلبي دبنا فيك صح يعني هالكمبينايشن بين الأحاسيس بين الانكسار والانتصار بين التحدي والحب والعشق بعتقد كانت خلطة صحرية صح طلقت كتير ما أنه موجهة لحالة عاطفية معي صح هذا الزكا والجمل الشعرية أصيرة نايمة على جمل موسيقية طويلة بتعرف حالك أنت رايح على سوفت أو لا أنت مبسوط بالدكتور أوس صح وكمل الماسترو وقل العياد بالتوزيع اللي فعلا التوزيع كان شيء تشتغلنا عليه كثير إليت لايف تسجلت بستوديو الكلارينات بمصر الجيتار استيز مازن جابر ألف تحية لقلو فيولونات تشلويت كان في خلطة موسيقية كثير جديدة بين الدراما على بيت جسدها الماسترو وقل العياد بإبداع بتوصل على القلب بسهولة وبتحس حبيلك ترجع تسمعها في كلمة محفوظة صح يعني هاي دي الحسات اللي وصلت الزكا كمان بالكليب يلي بتسموه أو الفيديو يلي نحنا شفناه اليوم عم تشتغل على تصويق صورتك هيك كأنه حسات يعني حتى عم يقطع فريمز اسمك صح يعني عم بتغزيلنا نحنا عيننا وذهننا تنظلنا حفظين اسم أنتوني بالبوزز يلي اخدها باللبس يلي كتير كاجوة وكتير حلو شو الهدف كان من هيدا الشوتي سينس انه هيدا اول غنية لقلها حبيت يكون شيء أكيد أليجنت بس نفس الوقت يكون شيء سيمبل تالعالم اول شيء تتعرف علي تشوفنا تسمع صوته وتحفظ اسمه وهيدا كان وصلت صح وهيدا كان مكان يعني وليدة بالغلط يعني عملنا هيدا كان كله مقصود كله مدروس على انه كل فريم كل صورة كل شوت كل أنجل يخلي العالم تحفظنا اكتر بس ما عملت فاشن صح شوتين يعني بقيت بنفس الأوتفت أوتفت واحد تحيي لأليوم سلم الستايلس والفاشن ديزاني هيدا حبيته يعني بقيت هويتك لو انت لابس الأوتفت كتير حلو بس مش انه عم بعرضه لكم ازي انا عم وصلكم كلمة صح واضح هيدا الشيء والألوان مرحت على الألوان الفائعة لا حسيت اول شيء ترند السنة كان كتير الأحمر والأسود والأبيض هالكمبينايشن فرحنا اكتر انا والمصورة جاي خوان من خلال هيدا الفوتوشوت على أكتر بورتريات أو بيوتي شات وتكون ما كتير غريبة ما كتير مجنونة لأنه أول عمل لإليه فرحنا بشيء إذا بدك مينيماليست شوي هندسة أكتر بس فنة وبيعيش لوقت طويل يعني مرحت تطلع تقول يا الله ياريت أول غنية ما كان هيك الكليب طبعا صحيح اليوم شو متوقع مننا الغنية؟ متوقع كتير صراحة ومتأمل كتير الغنية من لما نزلت أنا أطلقتها بسيدني من جمعتين وجاي لهوني كمان تطلقها أولا عبر الـ OTV وعبر رح يكون في كتير منصات وانتفيوز نقلرات بالجمعة الجاية من لما نزلت الغنية كان فيه إجماع الحمد لله عالم تقلي شو هالكلام الحلو عالم تقلي عن اللحن عالم تقلي عن الإحساس بالغنية عن التوزيع الحمد لله كان الفيدباك أكتر من روعة وهلأ عم نشتغل أنا والماركتينج تيم على أنه نوصلها على ديستريبيوشن أكتر سبتمنى أن نتوصل لكل العالم العربي وبسيدني أكيد نطرينك يعني أنت واحد منهم صح وجالية اللبنانية هونيك كتير كبيرة وبتشجع كمان طاقت الجديدة بالفن لأنه مربوطين جزورهم فينا من خلالكم من خلال الفن ومن خلال أصواتكم هتحب تغني أكتر ولا تحكي أكتر هتحب تحكي كمان أتنين بس هتحب تحكي جميلنا الفنانين ما بيحبوا كتير يحكوا لا بس يعني الرسالة عم توصل باللي عم بتقوله أنتو الحمد لله ما نبقى على نفس الفعل حلفة شو بدك تغني لنا فينا نغني مجع شوية لورا ونغني لأستاذ كبير فريد الأطرش قلبي ومفتاحه قلبي ومفتاحه قلبي ومفتاحه دول ملكي إيديك ومساوي صباحه بيسأل عليك قلبي ومفتاحه دول ملكي إيديك ومساوي صباحه بيسأل عليك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملكي إيديك كان حبك شمعي في يوم عيدي وطفاهي الدمع وتنهيدي من يوم ما إيديك لمست إيدي وكأنك قلت يا نر إيدي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول مش كنت تقول يا حبيبي ده القلبك راحول من رمش عينيك ومساوي صباحه بيسأل عليك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملكي إيديك عن جدر جرعتنا كتير لورا وتخيلنا يعني المشهدية بمين مؤثر أنتوني من الحق بخلي نقول الماسية مش الزهبية يعني الأبيض والأسود كتير بحب أغاني وخيمة صوت فريد وعبد الحليم كتير بسمع لهم أنا وظهير ونغرمت بأحساسهم مؤثر فيهم يعني بتطلع بتطلع طبقاتك بس بعدك تمبر طبعك نضيف يعني صح بقولولي قالولي أنه في كتير بخيمة الصوت وبالأحساس الشباه هؤلاء سلسل تم ظلم لأنه هنيك يعني نحن اليوم بعصر الباب والرأس والبيتس وهيك ولا لأ لا قادر غني اللون القديم اللون الكلاسيكي الطربي وقادر غني اللون الشعبة والشباب الجديد كمان بنفس الوقت بس بتحسي أكتر العالم لأنه صار في موجة كتير جديدة وغريبة بالموسيقى العالم عم ترجع تحن لهالأغاني ولهالأحساسات إذا بدك اللي بيتمليك يا أحساس من جوه صح يعني بتصير دايما الأغنية إلى هدف إلى هدف عاطفة أنت تبكي أو تبسط أو تنغرم مش بس نرقص ونتحك ونفرح مع أنه كمان بالحق بالقديم كان عندهم أغاني قصيرة وسريعة لفريد الأطراش ولعبد الحليم صحيح اليوم بتقول يا ريت أطلقت أغنية شعبية لتوصل أسرع من هالريتم الرومانسي انت سألت هيدا السؤال أنا ما كنت عم بطلق الغنية بس كان في عندي إحساس أن أنا بأول غنية لازم فرج صورتي وهيدا الغنية كتير أسلت فيه وكتير بتعنيلي ودقت فيه فونس دقت فيه كنت مأكد أنه رح تدق بالعالم وإذا من رأي بحوالينا حتى الأستاذي والفنينين اللي كتير كبار هن اللي عالم ما مشوا مع الطيار يعني الأستاذي الكبار عم نحكي واقل كفوري عم نحكي نوال الزغبة نجوة كرم كان في عندهم ألوان معينة وصلوا لمحل وخلقوا هيدا الخط الغنائي طبعا بحيث أنه إذا بدي أمشي مع الموجة رح يكون مثل مثل الموجة ما رح يترك أسر ما رح يترك انتباع حلو يمكن أو جديد مع العالم بهيدا الغنية حسيت إخلق حبات أن إخلق هوية جديدة للغنية اللي أنا عم بلش فيها من خلال كمان التوزيع اللي سبق وقلت عنه أنه كوبينيشن كتير جديد بين دراما على بيت أكوستيك فجأة بيرجع بيطلع على البيت فحبات أخلقش جديد هيدا العم وما بتزهي بتقول لأ ما بدا تخلص لأ هلأ عم تخلص لأ هيدا ما رح تخلص يعني بتعيش هيدا الحالة مع الكلام اللي كان كتير مندمج أنت بطبيعتك رومانسة بطبيعة رومانسة نوعا ما والأغاني بتمثل الفنان اليوم يعني عم بتقولك تشبهني يعني أنت بهيدا الحالة كنت عايش هالحالة وإجت الغنية لتفجر أنتوني شو عم بحس ولا لأنه حسيت حالك أنا يعني هون مرتاح بالسوفت زون طبعا بالسيف زون طبعا لا شك أنه الغنية هيدا ستيلة وهيدا الغنية اللي كنت أنا بد بلش فيها بس إيه لما سمعت الغنية أول مرة الكلام حسيت أنا الكلام اللي قلته من كم سنة لبرا هالأد هالأد حقيقي كان الكلام يعني حسيت شعر لما كان عم بيكتب كان عم بيقول اللي أنا قلته هو ذاته فمن هون انطلقت أنه أكيد رح كنت تخيلت أنه رح أديه بهذا الإحساس الحقيقي ورح توصل على العالم اليوم وقتا بيقلع الفنان هالأد تقليع قوية بس إيه عطلان هام واتس ناكست صح ما فيك تنزل هيك تتعمل لك غنية لا ما قلق زي واتس ناكست عندك صح مثل ما قلت المسؤولية كتير كبيرة وسبشيلي أنه أنا بلشت مع هالأسامة الكبار واللي عم بينافسه وبيقوي على الساحة الفنية الخطوة الثانية بلشت اسمع وبلشنا نوعا ما نخلق صورة وهوية مثل ما قلت بالأول الحلقة أنه عم نهندس هذا المشروع فيس بلشنا نهندس نوعا ما بلش تبين الخطوط بعد بكير كتير نحكي عن الموضوع بس الله راد يعني رح نبلش من المطرح ما خلصنا بيحلفلي كمين أكيد ونكمل وهيدا وعد لكل المشاهدين أنا ودي على الناس هون بتكون أنت فكرت بشو بدك تودي على العالم وجمهورك بدي أقلكن إن شاء الله يكون نهاركن يكمل حلو مثل هالمقابلة كلها حبه وفرحه وأمل مثل العادي ومنخطم هالآخر دقيقتين من الوقت مع أنتوني رزق مع هالصوت الشاب الدافع يلي لحيفجئنا كمين بالمستقبل خطى الله إلك تانكيو كلك زو أنا بشرك على الانتريفيو ومنغنى وينك 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 شو أخبارك إيلي بعدك بتحن إيلي بعدت تطليع بعيونك بتوشوش نضلي ضلي وينك وينك وينت تطليع وين صارت معقولي مع غيري صارت وأولك غيري بنسيها أحلام الخبيت فيها وكلمة الماضي صوبي حول يحكي قلبي رأي تطول وآخر مرة بدي اسأل لمعطر الحب الأول بعدك بتحن إيلي بعدك وينك وينك وهيك من خطو مع أنتوني رزي دالوف خير